شاهد جلالة الملك فليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين بقصر العالم العامر اليوم عرضا مرئيا قدمه جهاز الاستثمار العماني حول مشروع هاب اي بورت الدقم أحد مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها أوكيو مع شركة ديمي البلجيكية في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عمان وقدم العرض المرئي طلال بن حامد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو وقال إنه من المقرر أن يقام مشروع هاب اي بورت الدقم في جزء من المنطقة المخصصة للطاقة البديلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في مساحة تقدر بنحو 150 كيلو مترا مربعا حيث ستنشأ محطة لتوليد الطاقة من الرياح ومحطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مشتركة تبلغ 1.3 جيجاوات تنفذ على مراحل قابلة للتوسع كما تطرق العوفي للفوائد المرجوة من المشروع ومنها تحويل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر الصديق للبيئة يجمع بين الطاقة والتصنيع والأنشطة اللوجستية مع التركيز على جهود التخلص من الكربون وإنتاج الكهرباء وأوضح أن هناك العديد من الجوانب التي تجعل منطقة الدقم وجهة جاذبة وتنافسية للمشروعات المتجددة حيث تتمتع بالموارد المتجددة والبنى الأساسية الحالية جنبا إلى جنب مع ربطها مستقبلا بالشبكة الوطنية وأشار العوفي إلى أن سلطنة عمان تواصل ريادتها في المنطقة من أجل تقديم مشروعات الطاقة النظيفة لتسريع جهود التحول في مجال الطاقة وقال إنه في المرحلة الأولى من المشروع سينشأ معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 250 إلى 500 ميجاوات في منطقة الدقم حيث سيلبي المشروع المخطط لبدء التشغيل في عام 2026 الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر